اتعلم انا اتعلم حتى افيد واستفيد اعرف لما اتكلم ان كلامي صح مفيد اتعلم انا اتعلم حتى افيد واستفيد اعرف لما اتكلم ان كلامي صح مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في سلسلة Outlook 2010 والحلقة الرابعة بعنوان معالجة النصوص والملفات هي حلقة سهلة وبسيطة بس ايه فيها شوية فنيات حلوة كده يعني تعال كده نشوف اول نقطة هنتعلمها وهو ازاي انسخ نص من برنامج اخر لبرنامج سوف اتخذ اووتلوك الاول ميكروسوف توفيس هذا هو اوفيس وهذا هو اووتلوك 2010 يحمل البيانات تمام فتح الرسائل بطعمتي وفتح الاميل بطعمي ودني ازاي الفورم وهو بيعمل سند رسيف ربما يكون في حد بعت ولا بعت رسائل مثلا ولا اي شيء او في انا بعت رسالة واغلقت البرنامج فهو دلوقتي بيعمل حي اسمه مزامنة مزامنة يعني بيتزامن مع الصرفر او يعني بيحدث نفسه من الصرفر بتاع الجيميل علشان يستلم او يرسل الرسائل المعطلة طيب تعال ننشئ رسالة جديدة طبعا الكلام ده احنا تعلمناه بضغط على هوم و نيو ايميل للرسالة بتاعتي ببعتها لشخص ما و هنا ببدأ اكتب النص بتاعي حلقة النهاردة هي حلقة اقرب للكتابة او للورد منها للايميل بس لازم انت علشان تبعت رسالة لازم تعرفي عن ايه تنصق كلمات وعن ايه تنصق فقرات ازاي اختار فقرة ازاي اختار سطر ازاي اختار كلمة ازاي امسح الكلام ازاي انسخ الكلام لازم تكون عارف الكلام ده كله لكن لو انت رأي الفاهم عن ايه وورد هتكون الامور سهلة معاك بسيطة ان شاء الله في البداية هخلي اللغة بتاعتي انجليش عن طريق ALT SHIFT المؤشر عندي من ناحية اليمين لو انا عايز اخليه من ناحية اليسار اعمل ايه عندك طريقين الطريقة الاولى انك تضغط على الايكون دي اللي هي بتعملك الدياريكشن للتيكست ليفتو رايت بهذا الشكل والايكون اللي هي انبهت اعكس تخليها على اليمين او تضغط كونترول شيفت وليس ALT SHIFT بكرر كونترول شيفت ناحية الشمال بيخليها ناحية الشمال كونترول شيفت ناحية اليمين بيوديها ناحية اليمين تمام انا كده ناحية اليسار ازاي انسخ كلام من المفكرة مثلا وعايز الصقه هنا كرسالة انا بفتح المفكرة بتاعتي في كلام جاهز عندي بيعمل مقارنة عن حي اسمها الرام وحي اسمها الروم الكلام ده مقود انت دلسته في مديول الاي تي او الاي سي تي على حسب المسمى الجديد انا هنسخ الكلام ده كله عايز انسخه انسخه ازاي اما اجي في اخر الكلمة واخر حرف واضغط واسحب بالموس للأعلى دي طريقة الطريقة التانية ان انا اضغط مثلا بالأعلى عند اول حرف واضغط من دوحة المفاتيه على مفتاح الشيفت وما ارفعش اصباعي من عليه واضغط عند اخر حرف كده انا عملت تظليل تمام عندي حاجة تانية لو انا عايز الاول اشرح لك ايه الفرق ما بين الفقرة والسطر والكلام ده الفقرة هي اللي بتنتهي بنقطة وبعدها انتر يعني كده لو انا عملت دليت ده كده ايه دي مش فقر يعني الجزئية اللي بالأعلى دي مش فقرة دي كلها على بعض اسمها فقرة تمام لكن لو ضغطت هنا انتر دي اسمها فقرة دي اسمها ايه فقرة طيب لو ضت هنا مثلا عند الفصلة دي وضغط life enter دي اسمها ايه دي اسمها soft line يعني خط أو سطر ضعيف يعني سطر يعني مش مؤثر في الرؤية بشكل كبير بس هو ترتيب للكلام مش أكتر shift enter اسمها soft line اسمها ايه soft line الكلام ده المفروض ان شاء الله ندرسه في الورد بشكل أقوى وأفضل ونرجع لموضوعنا عايزة حدد الكلام كله طريقة ثالثة احنا قلنا ادراج يعني سحب بالماوس أو تضليل بالماوس أو أروح عند أول حرف وشفت وعند آخر حرف تمام يفضل لما تضغط على shift باستمرار لأنه ممكن تظهر لك رسالة يقول لك انت ضغط على shift خمس مرات دي رسالة لها بتاع تصفية المفاتيح بعد كده الطريقة الثالثة اضغط على ctrl A من لحة المفاتيح ctrl A كده بيزللي الكلام كله وبعدين عايز انسخ الكلام ده ياما اكليك كلمين واختر كبي نسخ او ctrl C ctrl A بعدين ctrl C كده نسخت الكلام اصغر المفكرة واروح على الرسالة بتاعتي ctrl V الكلام بتاعي ظهر او ctrl Z كده تراجعت عن المكتوب واللسخ بطريقة اخرى ان اضغط على كلمة paste بهذا الشكل ctrl Z مرة اخرى في عندي ساهم صغير هنا لو عملت paste special يعني نسخ بشكل خاص هنا paste كيب تيكست قولي يعني نزللي النص فقط بدون تنسيقات هنا set as default paste يعني خلي مثلا واحدة فيهم اللي هي ايه اللسق الافتراضي انا مجماليش دعو بالكلام ده كده انا بضغط على كلمة paste وخلاص كده انا اعملت ايه لساقة النص اعيد لك ان انا شرحته في المفكرة على ال outlook نفسه او على المسج بتاعت نفسها ازاي اختار الكلام كله او ازاي ازلل الكلام كله عندي اكتر من طريقة الطريقة الاولى ctrl A زللت الكلام كله الطريقة التانية اروح عند اول حرف او اخر حرف مش تحت شرط يعني هو على اخر حرف و shift وعند اول حرف زلل الكلام او العكس صحيح اول حرف واخر حرف زلل الكلام يبقى بال shift بزلل الكلام الطريقة التالتة أن أعمل تظليل بالموس بهذا الشكل طيب في طريقة كمان للتظليل ممكن أظلل بها الكلام كله إزاي بص كده الموس شكله عامل إزاي بص هنا لما كنت كده الأول كان من ناحية التانية اللي هو ناحية الشمال لما كده أصبح ناحية الليمين شوف كده لما أنزل بها التحت كده أنا بظلل سطر سطر بظلل سطر سطر يعني إزاي أظلل السطر أهو كده السهم دايما في قاعدة يعني بقولها للناس اللي هم بيتابعوني أو لانا بشرح لهم في أي مكان سواء الليل أو بالشكل التقليدي الكمبيوتر عمره ما بيعمل حياة لوحده لازم تدي له أمر علشان هو ينفزه يعني كنت دايما بشوف ناس عايز يظلل مثلا السطر ده شوف السهم كده ويفضل يضغط كده ويفضل السهم كده ينزل ويطلع الكلام مش رادي تظلل معه ليه؟ لأنه هو بيضغط وخلاص مش عارف هو بيعمل إيه أصلا مش عارف إنه حركة وشكل السهم أصلا له معنى هو عنده ده سهم خلاص ناحية اليمين ناحية الشمال اللي تحت الفوق مش موجود أصلا مش مشكلة عنده هو المهم إنه إيه أنا قلت له إضغط كده يبقى خلاص يفضل يعمل كده لحد ما تيجي معه الصدفة كده يعني وده طبعا غلط أي شيء بيظهر على الشاشة له معنى أي شيء المؤشر اللي بيظهره بيختفي ده له معنى إنه ده المكلم هكتب فيه يعني منفعش أكون المؤشر بتاعي هنا وأنا عايز أكتب الكلمة هنا وأقول أكتب هنا مثلا أحمد وأنا أجل منتظر أن أتظهر هنا لا حضرتك أنت عبيط لهم أخذ يعني تمام لا أنت كده مش مش بتخلي الكلام يظهر هنا فأنت لازم تدينه الأمر علشان خاطر هو ينفذ اللي أنت عايزه تمام طيب تعال نبجع لموضوعنا تاني إزاي أظل السطر السطر إننا الماوس بتاعي بقى شكله بالشكل ده ضغطة واحدة كده أنا أظللت السطر ضغطة واحدة زللت السطر ضغطة واحدة زللت السطر ما عرفت إزاي أظل السطر؟ دي طريقة فيه طريقة تانية إنك تعمل كده طريقة تانية إنك تيجي كده وكده كل الطرق تؤدي إلى مكة تمام إزاي أظلل كلمة أو إزاي أعمل select الكلمة أو الword تمام كل اللي علي إننا أضب اللي كليك ضغطتين بالزر اليسار بتاع الماوس على الكلمة خدرام بيدر ديز كامل شب وهكذا ضبر كليك على الكلمة بيظللها خلاص في طبعا طريقة تانية اننا اعمل كده طريقة تانية يبقى الطريقة تحت التصدير والشفت دي سبتة معايا خلاص سبتة معايا او ممكن كده شفت وبالاسهم بظلل بالحرف بظلل بالحرف تمام لكن طبعا في طريقة افضل من طريقة واحد عايز يروح مثلا نشوار معين وعنده اكتر من طريق في طريق مختصر وفي طريق يفضل يلف 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 يخده ثلاثة اربع ساعات عشان يوصل يعني زي اللي عايز يحدد سطر بدل ما اعمل كده وافضل ماشي 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 تمهي ضغطة واحدة كده اتحادل السطر بتاعي لازم تسلك اسي اسهل وايصر الطرق عرفنا ازاي نحدد كلمة ازاي نحدد سطر ازاي نحدد تيكست بالكامل طيب ازاي احدد باراجراف هو الاول يعني ايه حضرتك يعني باراجراف الباراجراف قلتلك ان هو عبارة عن فقرة تنتهي بنقطة وبعدها انطر يعني بعدها في مسافة فاضية في سطر فاضي طيب ازاي احدد الفقرة دي بالكامل طبعا زي ما كالعادة التزليل او السطور او الشفت لكن الطريقة الجديدة اللي هي تريبل كليك تلت ضغطات في اي مكان في الفقرة مثلا على سطرد كده تلت ضغطات ظل للفقرة لحد النقطة طب هو ليه ليه وصل عند النقطة وستوب وما كملش تاني لانه خلاص فيه بعدها انطر نزل معي الفقرة جديد تمام كده اذا عرفت ازل الفقرة عرفت ازل السطر عرفت ازل الكلمة عرفت ازل الكلام كله كده الموضوع سهل وبسيط ازاي انسخ النصوص او انقل النصوص من رسالة الى اخرى ازاي انقل مص من رسالة الى اخرى يعني مثلا اصغر دي انا عايز اخذ مص من اه هو ليكن مثلا التحققت او نيو ساين دغط عليها بتظهرية لوحدها اهو شوية الكلام دول عايز اخده النسخ اعطوه في رسالة اخرى زي ما تعلمنا احدد بهذا الشكل او خد الفقرة بالكامل واحد يقول لك طب هو ليه خد الجزئية دي مع الكل اقول لك لانه اكيد ده هو عمل مسافة هنا وليس يكون انتر على وهي مجلد الانتر يمكن يكون عمل الاضحة مرتين كيفية ذلك بص去 امسع على دقيقة الفقرة ومع انه يلامسها لندقية امسحها امسحها اخرى امسحها اخرى اتحديدها هذه الانترها اعتقد انها ضرم من اول هنا بص هعمل شفت انتر عدية واحدة وشفت انتر تانية طيب اتريبلي كليك برضو تحديدت كلها طيب ازاي ده هو في مسافة فاضية وفي نقطة يبقى دي فقرة لا مش فقرة لانك انت الفقرة محددة انك تضغط انتر وليس شفت انتر انتر حتى لو مش عملت الفاصل بص كده خد شغر دي بس رغو انه مفيش فاصل والنقطة بس ليه لانه في علامة انتر هنا واضحة تمام ازاي انسخ النص زي ما تعودنا ممكن تضليل او بالشفت او باي طرق تعلمناها كنترول سي او تليك كمين ايان يكن كنترول سي مسلا واروح على الرسالة بتاعتي كنترول في انتر كنترول بي بهذا الشكل طيب ممتاز طيب ازاي اخد الكلام كت يعني قص من الرسالة الاخرى يعني لو عملت نيو ايميل فاضية خالص اهو وعندي الرسالة دي انا عايز اخد الكلام ده قص للمكان التاني اهو كنترول اكس او ممكن اختار من هنا كت ده قص نسخ لصق فرمات بنتر اللي هي ايه نسخ التنصيق لو انت عامله بالاحمر والكلام ده هنشوف كنترول برضو كنترول اكس خدت قص اروح في الرسالة الفاضية كنترول في خدت لصق او ممكن اضغط على بيست علشان ينزل معي لصق اغلق الرسالة دي ومش عايز احفظها وخليني في الرسالة بتاعتي عرفت ازاي انسخ نص من الرسالة الاخرى عرفت ازاي اعمل موف او نقل من او قص من الرسالة الاخرى عرفت التظليل بانواعه تعالى دلوقتي نشوف ازاي احذف الكلام او النصوص من الرسالة مثلا انا هنا في المكان ده عايز احذف حرف الام اضغط على دليت حذف لمين مصد كده بيحذف ايه بكز معي بيحذف للامام وليس للخلف الديليت بيحذف الامام وليس للخلف كنترول زد او زر الاندو بيعمل تراجع لليتحذف بيعمل تراجع لمين لليتحذف يبقى الفايدة انه زر الديليت لو انا متوقف في مكان ما هيحذف الامام وليس الخلف طب انا عايز احذف الخلف وليس الامام يبقى اضغط على مفتاح بكز بيس من الكيبورد كده بيحذف للخلف بيحذف للخلف اوكي تعالى نشوف ايه تاني هاغلق الرسالة دي بدون حفظ وارح للرسالة اللي فيها المرفق دي الرسالة اللي فيها المرفق وليكن مثلا طب بلاش دي تعالى هعمل رسالة جديدة وهضيف مرفق insert attach file وليكن ده مثلا وinsert كده انا اضغط مرفق عايز احذف المرفق ده احذفه ازاي بكل بساطة click main على المرفق وقوله remove كده اتحذف المرفق بتاعي بدون حفظ احنا كده حذفنا المرفق من رسالة جديدة والكلام ده احنا عارفين واخدناه في المحاضرات اللي فاكرة طب ده لا انا عايز احذف المرفق بتاعي من الرسالة اللي انا مستلمها اللي هو زي ده مثلا احذف المرفق اللي زي ده ازاي في اكتر من طريقة اما تعمل تغطى عليه كده select وتختار من هنا remove attachment او click main واقوله remove attachment وهذا الشيء بقول لي هل انت متأكد انك عايز تحذف المرفق ده اقوله remove تم حزفه خلاص كده الرسالة دي اصبحت بدون attachment دي رسالة تجربة طيب دي اهو اضغط عليها وقوله من هنا remove attachment remove كده اصبحت بدون attachment او بدون مرفق وبكده يكون وصلنا الى نهاية الحلقة ما تنساش انك تشوف الحلقات السابقة من على قناتنا على اليوتيوب قناة Asoft التعليمية في قوائم التشغيل عندك اكتر من قائم التشغيل من ضمنهم شرح برنامج Outlook في عندك ثلاث فيديوهات شرحناهم في برنامج Outlook شوفهم واسمحهم كويس وتعلم وذاكر علشان توصل ان شاء الله ولو انت درست الأوتlook او امتحنته او خلصته ممكن تذاكر بقية المديولات عندك الاكسل 2010 اهو الاكسل 2010 عبارة عن 15 فيديو وعندك الاكسس 2010 اللي هي ده تقريبا عقدة الناس كلها الاكسس مش عارف ليه رغم انه برنامج لذيذ وسهل 22 فيديو يعني هي شربك الاكسس شرب كده وعندك الانترنت اكسبورر اللي هو مديور الانترنت ست فيديوهات وعندك الباوربوينت 2010 8 فيديوهات وبكده اكون ان شاء الله قربت يعني او شكت ان انا انهي برنامج الاوتlook ممكن يكون معي حلقة او اتنين كمان ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك معنا وتعمل لايك وشير للحلقة علشان تفيد اصحابك اه والناس اللي هي عايزة تستفاد من الموضوع ده وبتذاكر مثلا سلف استوديو مش عايزة تاخد فيه سنترات او الكلام ده الى اللقاء في الحلقة القادمة قدمها لكم عبد العاطي حمدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته